عقد اتحاد الرهبنيات في الأردن لقاءه الثالثة والختام لهذا العام تحت عنوان أهمية الحياة المكرسة والتحديات التي يعيشها المكرسون في العالم حضر اللقاء الأب مارون مبارك رئيس جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة القادم من لبنان وقدس الأب رشيد مستريح مرشيد الاتحاد ورئيسة وعضاء الاتحاد والنائب العام لرهبنة الوردية المقدسة الأخت مدين دبابنة وقدس الأب بيمال رئيس المركز اليسوعي في الأردن وخلال اللقاء رحبت رئيسة الاتحاد بضيف الأردن الأب مارون مبارك الذي قدم محاضرات تحدث فيها عن أهمية الحياة الرهبنية والتحديات التي تواجهها في ظل التيارات الطارئة في هذا العالم خاصة في مسيرتنا الروحية والسينودوس الكنسي